بسم الله الرحمن الرحيم معكم قصير نحو من فريق اللجانة الطلابية رح نكمل لكم اليوم شريح مهدة الدكتور رمزي شريحة بداية هنا لدينا استيم فونكشن ان تايبس وضع فو انواعه استيم افا بلانت جنالي از ان اريال كونتينيشن معظم النبات بشكل عام بتكون اريال وفوق فوق سطح التربة فوق الجذور بعض اللي بضائف الها بكون بتوصيل المي والغذاء لنقاط النمو زي الجذور الصاق والحبوب ممكن يكون هو نفسه زي بعض الكروب زي الشقر كين قصب السكر بكون المادة الغذائية موجودة داخل السيقان برضو الفونكشن اله هو بكون مالل production and support of leaves buds and flower ولي بنتش اللي فو البراعم والازهار الزهار. A stem is made of nodes and intern nodes. بتكون من عقد و intern nodes اللي هي ما بين العقدة والعقدة. النودز appear to be small swelling area joints of the stem and are the points where leaves are attached. بتكون عقد صغيرة جدا. مرتبطة بالستم. وهي هي اللي بتربط الليف بالستم. the intern nodes are the stem section between the nodes. the intern node هي المسافة اللي بين كل nodes و nodes. these intern nodes can be relatively long or very short depending on its position on the plant and on the crop being considered. طول الانترنودز بتعتمد على طولها او قصرها باعتمد على موقع النبات هل هو بمناطق استوائية مناطق باردة مناطق اه فيها حرارة عالية فيها رطوبة عالية و الى آخره. اه برضو كمان باعتمد على الكروب شو تصنيفه. هل هو المحاصيل بتكون سيقانها طويلة جدا او قصيرة او متوسطة او غيره. برضو اه بحكينا هون مثال. the intern nodes of cereal crops generally become progressively longer towards the top of the plant. المحاصيل الحبوب غالبا بتكون طويلة. وبكون فيها زيلم والفلوم زيها زي الروت. stem which grow about the soil are termed area stem. اما الاستيم اللي بتنمو underground بسموها سبتيرنيان. اللي فوق سطح التربة بسموها متنفسة. وتحت سطح التربة بسموها سبتيرنيان. معظم الاستيم. are area. but there can be various types. في انواع اخرى. غير هذول النوعين. في زي الاستيم بالمورنينج بسمو الاستيم كلايبينج استيم. اه الصاق متصلقة. والوايت كلافر بسموها كريبينج استيم. يعني بعدين هون الاستيم دايكوت استيم تيب. اللي هو الاستيم بنباتات الديكوت. زي ما درسنا. while studying the roots. we noted a meristematic region and the type of each root which produce cell and allowed for growth of the root. زي ما درسنا الجذور بالسابق. كان في منطقة مريستيمية. اه بقمة الجذر. هي المسؤولة عن انتاج الخلايا. وتكاثر الجذور. وانتشارها. at the tip of the stem. برضو في قمة الاستيم. في نوع ثاني من الخلايا المريستيمية. اللي هي بتكون المصنع. for all cell. لكل لكل الخلايا الموجودة بالنودز بالانترنودز بالليز بالزائل بالفلوين بالبطز في الفلوور اتسترا. فهاي الخلايا المريستيمية بتكون موجودة بالستم. وهي المسؤولة عن انتاج باقي الخلايا في البلانت بنسميها تيرمنا البد أو أبيكال مرستيم is defined as terminal bud or apical marysteem or growing point and and is always found at the tip of main stem بتكون موجودة في قمة الساق الرئيسي بعض هاي الخلايا اللي بتنتجها سللة تمايز اللي هي البراعم الابطية الموجودة بابط الورقة وهاي البراعم بتكون بتشبه كثير تيرمنا البد وبتكون بابط الورقة زي ما حكينا وهنا ما اعطيني بعض الفروقات في النباتات اللي بتكون متفرعة هاي اللي بتعطيني افروق مشابهة للمين السم اكزاتلي اما الاكزيلرابط في النباتات الغير متفرعة بتكون هاي الاكزيلرابط ساكنة وغير آآ ناضجة او ما بتنمو لحتى يتم قتل اللي تيرمنا البد البرعم القمي اللي هو البرعم السائل او الابل كلمة ستين ليش لانو تيرمنا البد هاي بيقوم آآ متركز فيه كميات عالية من هرمون الاكسين اللي بيقوم بعملية السيادة القمية فما راح ينمو عندي الاكزيلرابط او التفرعات الجانبية غير لما يتم قتله او انا اقصه او بفعل الانفيرومنت او الانسكس او خلافه فيه هون انه شكل آآ لبعض البرعم فيه انه هون الليف بروموديا هاي الورقة اللي بتحمي التين من البد او بتنمو مع التين من البد تغلفها وفي عينا اللي بيكون فيه البرعم الابطي ايه في ابط الورقة هاي الورقة وفي عليها كمان وبنتج بيكون بابط الورقة الورقة مغطي عليها بسميها زي ما حكينا بالدايكوت ستيم وان راح نحكي عن اللي ستيم غراسيز ستيم تيب الغراسيز ستيم تيب استيبكالي وفماني مونوكوتس انت هاز اتلمنا البد عند اكزلري باد الغراسيز بتشبه كثير المونوكوتس وبتحتيوا برضو البرعم القمي والبرعم اللي ابطي that are similar in form and function as in the daikot ستيم بكونوا بتشبههم بالشكل والوظيفة زي الدايكوت ستيم انا بحكي لي معلومة لما المجموعة الخضرية يكتمل البرعم القمي بتطور لجزء ثمري زي العنقود الزهري اللي بسموه spike بالقمح والشعير والشيم او بكون بنكل زي بالشوفان او تسل زي بالكون هنا في عنا البات الكورن ناباتي فيها عنا الادفنتشاس روت هي عبارة عن الروت اللي بتطلع من الاستم سموها ادفنتشاس لانها بتطلع من غير مكانها الاصلي اللي هي لازم تطلع من الروت وفيه هنا كمان ان النقط هاي اللي صغير النودز والمسافي اللي بيناتهم انتر نودز بسي عنا هون الاكزيلاري بود هذا الاكزيلاري بود في المناطق السفلية بعطينا لورد ليفز وممكن يعطيني تيلرز ايش هي التيلرز التيلرز اشطار ويعني نباتات جديدة يعني بصير يطلع اللي هنا زي صاق جديد صغير وهذا بتطور بيعطيني نبات كامل زي زي النبات الام وفيه هنا عنا طبعا التيرميل البد اللي هو البرعم القمي هو المسؤول عن النمو النبات كامل طبعا هاي المنطقة السفلية من اكزيلاري بود لذا تفنتش ها سروت اللي بيطلع فيها التيلرز كمان بيحقق عنها كراون ايريا الكراون ايريا هي استيم كراون اوف غراسيز تلور سيكس تو ايت نودز اوف غراسيز بلانت اكسبت في شورت انتر نودز بتحت وعلى ست الى ثمن عقد وبكون الانتر نودز في شورت ممكن تكون تحت سطح التربة هاي الكراون ايريا ممكن تكون تحت سطح التربة مش فوقها ايش نودز زي ما احكينا اللييفز بتطلع من كل نودز التيلرز بتطلع من الاكزيلاري بود اللي هو موجود في البط الورقة ايش تيلرز بروديوز السم ليفز اهيد زي ما احكينا بودز زي النبات العادي بعطين السم بعطين ليفز هيد اللي هو المجموع الثمري هاي الكراسيز حبوب فروت والى اخرى فروت يعني عدد الاشطار التيلرز بتعتمد على الظروف الجوية زي الحرارة الرطوبة خصوبة التربة والتنافس مع العشاب في بعض فروت زي ما احكينا بتطلع من منطقة الساق وهي بتكمل الروت بشكل كامل اه اه في هون انا سؤال اه الايش اللي بميزهم انو الكراون و البروب ليش لانه بطلعه من الستم تيشو مش من الروت تيشو وانا بحكي why there no tellers present if there were tellers where would they originate ليش ما فيه اشطار ببعض الكروبس بكل بساطة لانه مش اكتف حتى ينتج الاشطار واذا كان موجود بطلع طبعا من الاكزير البط الموجود بابط الواق بعدين هنا نحكي عن الفيجيتاتف ليفز بكون امتداد للستم بطلع من ايش النوت ايش النوت ينتج للغذاء الاساسي للنبات من خلال المواد الاولي اليه سيئة ومي والعناصر بالاضافة لللايت الاضاءة وصبغة الكلوروفيل راح نتعرفون عن عن عراجمنت للليفز والفينيشن العروق كيف بتتوزع والستركشن اول ايش عنا هون الفور تايبز اوف ليف عراجمنت ار الترنيت اوفي زيت وورلين وزيتا الترنيت in اوفيطبع من كل عقدة بورقة واحدة الاوبيزت بطلع منها تنتين بكون قبال بعض, من نفس العقدة أما الورلد بطلع 3 أو أكثر وبكونوا زي الكاسي أما الروزيات بطلع وكني يطلع تمانية عشرة وخلافه من النوج الوحدة العقدة الوحدة وبكون الانتر نوز وبتبين انها زي الورد كيف الورد بطلع مني فلاورز مع بعض وما في الها حامل للفلاورز فبتكون هي عبارة عن زي كأنها بوكي ورد فعشان يكسموها رزيات متورد أوراق متورد ومرة ما بيحسبوها بالكلاسيفيكيشن بس هون حسبين فهذا هو ترخيص الفقرة هون كاملة التصنيف الثاني اللي هو العروق ممكن تتوزع لبراليل او نت البراليل هاي خطوط متوازية مستقيمة غير متشابكة غير متفرعة هاي بتكون ب او المونوكوت اما النت اللي بتكون زي الشجرة متفرعة متشابكة هاي بتكون بال و هيك منكون خلصنا ويعطيكم الف عافية واي سؤال احنا جاهزين